يسعد اوقات كنوا اهلا وسهلا فيكن انا ام منذر واليوم رح نعمل مع بعض مشبك بطريقة كتير بسيطة وسهلة شايفي منظرون ما احلى رح نعملوا هيك ناعم صغير بدون خميرة وبدون طحين بس بالسميد انا بكتب المقادير تحت الفيديو وكمان بحكيها وانا عم اشتغل يلا سوا نشوف المقادير وطريقة التحضير عندي هون مي سخني غلياني ضروري المي تكون غلياني رح حط منا ثلاث اكواب مشر تستخدموا الكوب المعياره يعني اي كوب عندكو فيكون تستخدمو هذا الكوب التالات عمل شوفي هلاء السميد بتدرةنا شوي على السميد العربة فيكم تستخدموا السميد الناعم الكامل يعني وطلقوا الخشن شوي والناعم downside هذا الكوب الاول انا اللي ما استخدمته هنا هو bulbsهر من الناعم حبتو بنكون شوي اكبر هذه الافضل يا بسميدو هلاء عم Barram اضع اول كوب من هذا الاخشن والانعم نسميه اطحين الفرخة بخلطه هكذا بخلطه هكذا بخلطه هكذا بخلطه هكذا بخلطه هكذا احيانا نجوز تحتاجه زياده عن اللي نضعه اقوى اقل دائما خلو الكوب التالت حطوه على ماهلكون هلا راح حط هذا الكوب التالت وخلط الكل مع بعضه هلا بما انه المي السخنه وانا يعني بدي عجنه كمان بدي حط معلقة من السكر كمان عليهم بس معلقة واحدة لحتى هذا بيساعده انه يعطي لون هيك كتير حلو وقت الالية هلا انا مو بدي عجنه بس المي لساته هو كتير سخن بيكون ضروري نحنا يعني هالحركات كلها نعمله وهو سخن لحتى تفتح عنا حبة السميد فجبت صحن حطت في مو باردة وصرت اعجن وغط ايدي هيك شوي لحتى يعني قدر اتحمل حرارة السميد بس بخلطن هيك شوي مع بعضون وهلا بدي اتركه تقريبا ساعة لحتى تفتح حبة السميد وبعدين بقلكون شو رح نشتغل مع بعض شايفين كيف القوام بدي يكون ما بدي يكون بيمط لازم يكون بيقطع قطع يعني وقت بتشيله العجنه بتحسوه هيك عم تقطع معكون قطع وانه بتمط مثلا خلص بعد هيك بغطيها وبتركها هلا لحتى تفتح الحبة السميد هون هلا بعد ما تركتها ساعة بننضيف هلا الخميرة بالنسبة للخميرة اللي بدي حطها انا من نفس العجينه نفسه تماما هاي شايفينها هاي هلا بلكون كيف انا عملتها حطيت هدول الكمية وبخلطن هيك مع بعضون يلي ما عندو اللي ما بدي يعمل متل هلا اللي عملت هلا بارجيكم كيف عملتها فيه حط معلق صغيرة من الخميرة او معلق صغيرة من البكن بوعدر الاتنين بيصيروا يعني بس هادا هيك بيكون هلأ شايفين كيف بهالشكل هادا بتقطع اطعمه بتمط واذا لقيتوا انه كتير سائلة فيكون تحطوا شوي سميد حطيت هون ثلاث معالق هدول ورشة ملح هادا قبل بيومين لازم اعمل هاي الخطوة وبحط عليهم ما يصخنه نفس العجينه تماما يعني بس حطيت رشة ملح صغيرة وبتركهم هدول يومين يعني قبل بيومين انا مشتغلي هالشغلة هاي وتاركتهم على جنب لحتى خمر فيهم متل ما شفتوا العجينه هيك بدون يكونوا بهالشكل هادا كمان بده تكون طرية يعني ما تكون ناش فيه بغطيها وبتركها لبعد يومين استخدمتها حطيتها فوق العجينه هديك هلا عبيتهم العجينه حطيتها بكيس الحلواني وبدي استخدمها بس انا كنت ريحتها كمان شي عشر دقايق بس قبل ما اجي هون بلش قلي بصير بعملون انا بدي اعملون هيك صغير فيكن طبعا تعملوا قرص كبير متل ما بتحبوا انتو النار لازم تكون زيت يعني لازم يكون حامي تقريبا يعني هلا انا تاركته حامي كتير بس هلا بدين خليه وسط يعني بس حطيتهم بتركوا هيك وسط حتى يلحق يستوي كمان من قلبه ومجاهزة هون عندي على جنب القطر القطر هدا يعني انا عامل القطر فيديو القطر فيه نحط لكم الرابط تحت وهو عبارة عن كاستين من السكر وكاسة من المي بس اتحمروا ورشت طبعا حمض الليمون بس اتحمروا هيك بقلبون هلا على وجهة التانية لياخدوا لون من الجهتين بس اتحمروا بدي يحطون هلا بالقطر بقيمة مباشرة من المقلاية على القطر والقطر قد ما بتكون انتو يعني بتخلوها مثلا قد ما بتحبوا تخلو القطر بقلبها بتخلوها فترة اطوال او مثلا بس بتغطوه بتشيلو في البعض ما بيحب يكون القطر فيها كتير مباشرة من قيمة من الزيت على القطر مباشرة القطر لازم يكون بارد وهنا سخنين بقلبون هيك هلا على الجهتين شايفين هالمنظر ما احلى وراح تلاقون هيك بيقرشوا وياسن منيح يعني خرج ان هيك ضيافة كتير كتير مرتبين يعني ما بكونوا كبار كتير ومنظرون كتير حلو حتى انهي كامل الكمية من بعد ما خلصوا بحط عليهم شوي من الفستق الحلبي هاي لذينة يعني منظرون كتير كتير حلو الطعم كتير بجربتو رح يعجبكم كتير الطعم يعني انه وياسن هيك صغير يعني ما خرج انه مثل واحد اذا حبياكلون هيك بقطعة صغيرة كتير مناسبين شايفين ما احلى هون محمرين من الجهتين لونه بياخد العقل رح افتح وحده كما تشوفوه كيف بتكون متل ما قتلكون الاطر انتو بتحددوه بتكون بياها كتير تصير من جوه يعني فيها اطر او لا بتخلوه فترة اطول بالشيرة او بالاطر بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على القناتين قناة مطبخنا السوري وقناتي الله نتحلى اشتركوا في القناة